يسأل عن حكم من أفطر في رمضان عامدا متعمدا يقول وما هي الكفارة أخي خالد بارك الله فيك بالنسبة لصيام شهر رمضان المبارك ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي الصيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأحاديث في أو الأدلة عموما النصوص عموما في وجوب صوم رمضان ظاهرة ولذلك صوم رمضان من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة اختلف العلماء هل الصوم أفضل أم الصلاة قولان لأهل العلم والصواب طبعا أن الصلاة أفضل من الصيام المسألة الأخرى يحرم على الإنسان أن يفتر في رمضان عامدا متعمدا من غير سبب شرعي ولذلك الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر النبي عليه الصلاة والسلام حرم على المرأة الحائض الصوم والصلاة وقال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فعندنا أعذار شرعية الحيض النفاس المرض السفر مثلا هذه كل أعذار شرعية أما أن يأتي شخص عامد متعمد فيفتر في رمضان فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وفي عظيمة من عظائم الآثام ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث حديث أبي هريرة إسناده متكلم في من أفطر يوما في رمضان عامدا متعمدا لم يجزه صيام الدهر كله وإنصامه وهذا الحديث من الأحاديث المرهبة ولو صح هذا الحديث لكان حقيقة يعني مشكلة كبيرة لكثير من هؤلاء المتجاوزين لحدود الله نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية ولذلك هذا الحديث لا يصح لكن هذا لا يعني أن الإفطار في رمضان أمر طبيعي لا بل عد العلماء الذين صنفوا في الكبائر عدوا الفطر في رمضان من كبائر الذنوب من عظائم الآثام ومن الخطايا الكبار ولذلك من أفطر في رمضان لا لعذر شرعي وإنما تعمد فهو متجرع على حدود الله منتهك لمحارم الله فعليه أولا التوبة إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من ثلاث شروط الإقلاع عن الذنب هذا الإقلاع عنه يجب عليه أن يصوم مباشرة بعد اليوم الذي أفطره في رمضان الندم على فعله والندم توبة بمعنى أنه يذيب جسمه ندما وهما على أنه تصرف هذا التصرف الذي حصل في انتهاك لحدود الله ومحارم الله الثالث العزم على عدم العودة إليه خلاص يعني يعزم عزم أكيد على عدم العودة إليه ما يعود لمثل هذا الأمر الثالث الأمر الآخر يقضي هذا اليوم في الراجح من قوله أهل العلم يجب عليه أن يقضي هذا اليوم طيب هل عليه كفارة أم لا خلاف بين العلماء من أهل العلم من قالوا عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين و هذا في الواقع ليس عليه دليل و يفتي به كثير من العلماء و هو قول في بعض المذاهب الفقهية المعروفة الراجح خلفاضل بأن من أفطر في يوم في رمضان عامدا متعمدا ما عندنا نص على أنه يكثر قضية القياس هنا غير واردة القياس هنا غير واردة يقولون يقيسون على كذا مثل الذي يجامع في نهر رمضان الواقع بأنه ليس فيه قياس المسألة هذه و لذلك عليه التوبة إلى الله عز وجل و قضاء هذا اليوم و لا يعتقد حينما أقول لا يصم شهرين متتابعين على أن المسألة سهلة لا مسألة عظيمة يعني الحديث الذي ذكرته لم يقضي صيام الدهر كله و إن صامه و إن كان ضعيف لكن المعنى صحيح لأن هناك ذنوب عندنا ما يكثرها لا إطعام و لا صيام و لا يعني شيء من هذه الأشياء لعظم الذنب و خطورة الذنب ما يكثرها إلا التوبة إلى الله بالشروط الثلاثة الإقلاع عن الذنب الندم على فعله العزم الأكيد على عدم العود إليه إذا كان هذا الأخ يا خالد عندكم استأنس بفتوى أحد العلماء يعني عندكم ممن يعني يفتوم بمثل هذا و أخذ بفتوى لا بأس لكن إذا سألتني أقول لك لا ما فيه كفارة بالنسبة لمن أفطر في نهار رمضان يعني بالصيام طبعا عامدا متعمدا بالصيام شهرين متتابعين ما عندنا الدليل في هذا بارك الله فيك لكن أؤكد على أن هذا لا يعني بأن الذنب يسير لا بل هو عظيم و شديد نسأل الله أن يتوب على الجميع